اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بوسي ونور الشريف من أنجح الزيجات في الوسط الفني إن لم يكون أنجحها على الإطلاق ثنائي رائع امتد زواجهما ربع قرن يومي ربنا يدوم وندعو الله أن يستمر لأنهما ما زال عاشقان وبوسي نجمة ولكن نور نجمة أيضا وكلهما يعرف الوسط الفني وما يحيط به ورغم السعادة التي تحيط بهما إلا أن هناك مواقف في حياة بوسي كانت موضوعا لعدد من المنشتات فما هي هذه المواقف وما هي هذه المنشتات سوف نرى إيه رأيك؟ يلا أنا معك ولو أنا عندي فكرة عنها شوي يلا أوليك ما هي قبلتها أعوزها النيكي وربنا يحفظها سارة يعني على خطواتها تجاه الإخراج يا ربي خلي أي أنا اللي بسمع وأعرف من بعيد أنت عارفة دي أنا بعتبالة زي بنتي أكيد وبسمع حاجات حلوة جدا جدا وأنا من جامعة الأمريكية اسمها من ناس في الجامعة الأمريكية يعني الموهبة بتاعتها وشخصيتها وحبها للفن فدي حاجة جميلة جدا الحمد لله بعدين أنا بفتح كده لقيت سارة الشريف هذا الرجل أحبه هذا الرجل أريده نجحت سارة ابنة نور الشريف وبوسي في إخراج أول عمل مسرحي لها بمسرح الهناجر وهو مأخوص عن مسرحية الأب الكاتب السويتي السويدي ستاينبرغ وفي نهاية العرض الذي حضره نور وبوسي فوجئة بإبنتهما سارة وهي تقدم لهم شابا جديدا وقع اختيارها عليه ليلعب طولة المسرحية وقالت ببساطة أنها تحبه وأنهما اتفق على الزواج فوجئة نور وبوسي أنهما تعودة على الصراحة من ابنتهما ولم تقل لهم أبدا أنها تعيش خصة حب المشكلة بقى أن بوسي رفضت بشدة أن يتم شيء كهذا دون علمها رد؟ رد؟ عاي رد صحي كل اللي الكتب ولا حاجة منه صح ولا حاجة منه صح كويس نقول سارة عملت مسرحية اسمها حراج القد ودي مسرحية دي مش مسرحية دي وان شعر بتاع عبد الرحمن الأبنودي عبارة عن رسائل هي أخذت الرسائل وعملت منها وعملت منها مسرحية حتى أخذت جايزة من الجامعة الأمريكية عليها على أنها عمت الأدابتاشن سمعت عن دي وسمعت شعر عنها فأخذت جايزة وأخذت جايزة مادية كمان من الجامعة الأمريكية وتعرضت في الجامعة الأمريكية وبعد كده جات مدام هودا وصفي طلبت الرواية اللي هي حراج القد لهناجر وإحنا أيامها كنا مسافرين طريعين على فرنسا نونور فإحنا طلقنا فرنسا حتى محضرناش العرض بتاعها اللي كان في الهناجر سارة الحقيقة لأن طبعا هي تعتبر بنت الوسط الفني كله يعني مظهور بدون شك فسارة هي اتصلت بكل الأصدقاء وكل الأنقلهات بتاعتها وقعت لهم أنا بعمل عرض في الهناجر وكتير قوي رحولها وإحنا حتى ما كناش موجودين لأنا ولا نور فدي من ناحية أن حتى المسرحية مسرحية تانية خارص مش اللي مكتوب انتي أخيرا أنا شايف انك انتي في فتنس الحمد لله يعني الحمد لله والله ما أخدري بقى لسه أهم اه ديقوله كده لما وقعت لا يا سيدة بخاري فعلا طب هل الفتنس اللي انتي فيه ده عشان موشرت لأنا بقى رأى بوسي والسرك والسرك اه تعقف الفنانة بوسي على التدريبات العنيفة تمهيدا للتدريبات السرك القومي السرك القومي حيث أنا دورها في فيلمها الجديد فتاة السرك يتطلب تدريبات جثمانية حيث ترفو تبوسي لأن اه ترفو تبوسي انها تحلي محلها دوبلير اه فعلا اه هم صدقين في ان انا لما بيبقى عندي حاجة بس هي مش موجودة هنا لكن انا بعلق لك انه لما يكون عندي حاجة انا ممكن اتمرن يعني انا كان عندي مسرحية المفروض ان انا بعمل القطط لا لا ما كانش القطط كان فيه مسرحية روحية تخطفت اول ما اتعملت كانت الدخلة بتاعتي كاراتي انا جبته مدرب اه وتمرنت اه كاراتي اه ولدرجة ان رجلية كان بتطلع لغاية اه يعني لغاية وشك وانت واقف شوف قدي وانا معين انا سيارة فا اه كنت دخلت في التمرينات كويس قوي اه وبعدين بعد كده غيروا الدخلة بطريقة تانية لكن انا لان المسرحية كانت طلبة مني ده عمل اتدربت تعمل وده وضع طبيعي لأي فنان انه لما يكون فيه اه الشغل متطلب اه مهارات مش موجودة عنده شيء جميل انه يعملها فانا مخجلش يعني يا ريت لو كان يجيني دور في السلكة اختنع بيها من الاول نا وطوع يا عمال وبعدين القصود يعني حاجة حالة اتي رحت الهند قبليك اه رحت اه رحت الهند رحت مرتين وعجبتك الهند انا بموت فيها والله هي الازيزة وممثلين الهنود انا ممثلين الهنود انا ممثلين الهنود بنا رفوش كتير يا محبول بس انا عجبتني بلا ده ايه الممثل اللي انتي تفتكيريه لا انا افتكر عشان مانين هو راش كابور واخر واحد اسمه ايه اسمه ايه اللي هو بيعمل افلام كتير ايام ده اسمه اميتاب باتشان اميتاب باتشان طيب في خوا هنا بيقول ان نور يرفض قيام بوسي ببطولة فيلم هند لا ده انت العزيزة اش كده يمكن عشان ما بجيش اللغة الهندية انت ياليا فجاءت بوسي بنور يرفض قيامها ببطولة فيلم هندي امام اميتاب باتشان لا لا لم تصدد بوسي حين انت اه اتتها الفرصة لان السينما الهندية عالمية والنجمة الهندي محبوبة على مستوى العالم ولكن نور رفض صفر بوسي اولا ثانيا وان يكون امامها اميتاب باتشان ثالثا لم تجد بوسي تفسيرا وهي حائرة الان تمثل ام لا تمثل لا لا تعليق لا تعليق اصلا يعني مش معقول لو جالك فيلم هندي تمثلي فيه والله لو دورها عجبني اعملوا ليه لأ بس هتكلم بانهي لغة لا لو مثل انا سحيحة ممكن هتعلم كراتية بس مش هتعلم هندي لا 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 يبقى دورك مصرية بس الفيلم هندي اولا افلام انا شخصيا بسعد لما اتفرج عليها بتحبي التيمة بتاعت الفيلم هندي والله لهم افلام جميل يا محمود لهم مش طبعا فيه افلام اللي هي الغني والفقير ده وضع طبيعي لان انا انا روحت مرتين روحت مرة مع نور وروحت مرة الله يرحمه مع عمر خرشد اه اه هناك فيه غنى فاحش وفيه فقر فاحش فالقول وطبعا اي حتة لما يبقى فيها اغنية بتلاقي النسبة القليلة هي الاغنية والفقرة كتير كويس فالفقير ده لازم تديله حيث احساس عشان الرضا ان ممكن ربنا يفتح عليه في يوم وليلة يبقى برده زي الغني ممكن تديله ان الواحد لما يكون مآمن بدينه ولما 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 له الجنة لازم لازم شيء يرديني لازم شيء يرضي احلامي او يرضي ارادتي يعني ثورتي اللي قم ففيه حاجات لمخاطبة الناس تمام وبعدين انا على فاكرة انا ضد يعني انا مش ضد ان تديني حاجة اتفرج عليها واتسلة واتبسط وهو ده الخارج مطلوب من الفن كده كمان يعني مطلوب انك تشغلي مخة ومطلوب برضو انك تسعدني صح يعني مهم قوي ومن خلال الاسعادة اللي بيعملولك بيدي بقى حكمة دينية حكمة اجتماعية حكمة مش عارفة ايه لكن انا شخصيا بحب او يتفرج على ال احب يسمع الاغاني هندي رغم اني مش فهمها بتبسط بالمزيكة بتاعتها بتبسط جدا جدا بالرأس بتاعهم وببقى سعيدة قوي بيه طب ليه بيقولوا يعني عارفة بقت الصفة بتستعمل كتير يعني بقولك ايه لا يا عم ده فيلم هندي علشان هم بعض بعض ساعات بيه يعني بيفضوا او بيسهبوا في الحاجات الخارقة يعني مثلا لما لايه امي ثابة تشاندة مسك الطيارة فهمني بحبل ومسكه اتحق فهما بعض اتحق يات ربنا في فيلم عملوا كده فهما بيسهبوا بعض ساعات في القدرات مع ان مثلا الافلام الامريكية بتعملها بس تتحك عليك شوية عشان تصدق زي الفيلم اللي هو كان بتاع مش فاكرة اسمه ايه بتاع اللي هو كان بتاع الطيارة الاسمه عندي ضربك خالص اللي هو بتاع رئيس الجمهورية الامريكي اه اير فورس وان الطيارة مفتوحة وهو واقف كأنه واقف على بلكونة فاهمني؟ ومع انه ضغط الهوى ده ي بس يمكن عشان رئيس الجمهورية امريكا مجلوش اه ملاح يصابوا فواقف وان وقعد يشدوا واحد من تحت ويشدوا واحد من فوق بس بيعرفوا يلعبوها بحيث انه وانت قاعد ولو ان انا اتفرجت على الفيلم ده كنا في فرنسا انا ونور الشعب الفرنسوي ضحك في الصلاة ضحك اه فرنسيين خصوصا بيتلككوا الامريكان على اي حاجة ضحك والله فيوم هتضحك يعني واخر مرة من شوية كده برضو اتفرجت على فيل كان ايه 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 اللي هو اسمه ايه 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 واح ايه ايه ده ايه برضو عمل حاجات فزيع وعليا مش طبعية لدرجة ان فيه واحد في السيما انت عارف هناك قص كدهوة يعني يحترموا جدا الفيلم واحد في السيما يتوب يعمل واو يا مش هاده يصدق اللي حاصل فطب في الامريكاني فيه برضو يعني المفروض نقول ده فيلم امريكالي بوسي تغضب جدا بسبب فيلم جريء لنور الشريف عصفة مكتومة هبت هذا الاسبوع على نور الشريف وزوجاته بوسي كان نور قد عاد من الخارج بعد ان ظل ست اسابيع يصور فيلم في الخارج بلو ايه؟ مع نجمة غير عربية في فيلم جديد هقولك الاسم ده 100% مكتوف وجاءت بوسي ان كل المشاهد التي تجمع بين نور والنجمة الغير عربية كانت ساخنة الى حد الذي ازعيها جدا كزوجة وقالت ان نور كان عليه ان يرفض مثل هذا الفيلم وهذه المشاهد حفاظا على اسمه فانتي بتقولي لي انك ماشي اسم انا عشان اقولك بقى ان الكلام ده كله برضو ملوش اي حاجة اولا نور ما عملش اي فيلم في بلد عربي ومع واحدة كده لاني عايز اقولك حاجة شغلنا عمره ما كان في الدراح احنا شغلنا في النور يعني تعمل فيلم هيتعرض انت بتعمل فيلم السري بتعمل فيلم عشان يتعرض للناس صح 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 بدعاية وكده طيب هل نور له في الفترة الاخرانية كلها فيلم مع نجمة عربية طبيب انت اللي ردت مش انا اه لا انا انا بارة وبصارة معاك طب افريدي ان حصل افريدي احنا انا لاك ادخل في الشغل نور هيتم الاخر بس ودي اهم معك اه بتحطي بين الزوجة وبين الفنانات اشوفوا لك اذا كان هو كزوج ما بيدخلش في شغل ودي احلى يهم انا اللي ادخل ازاي ده الفنان ده الفنان يعني يعني هم في مشكلة عند الناس فاكرين ان السيناريو اللي بيجي لي هو يقرأه والسيناريو اللي بيجي له انا اقرأه والكلام الفاضي ده كله ما بيحصلش انا كيان مستقل فني مستقل ونوري شريف كيان فني مستقل وزا كنت انا الزوجة اللي المفروض الزوجي يدخل فحياته هو ما بيدخلش وبعدين النور مش حاجه صغياره عشان انا اقول له اعملوا ما تعملش صح 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 بس يعلم بس يعلم بالنور مش ست التمشيه مفاجأة لبوسي باختار من شهر العقاري باسم محمد جابر الشهير بنور الشريف يثبت تسجيله العماره Continuing عماره اسمه وهو اقربنا ها 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 حا ها لأن نور لم يخبرها بذلك كما أنها لم تتعود أن يقوم نورها بذلك دون أن يخبرها تضربت مشاعر سعادتها بالعمارة مع مشاعر الحزن على ما فعله دون علمها إيه إيه صحة هذا لا 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 ألومي يا ريت أنا مش زعلان أولا مش عالق ما زعلش ببطة أنا فعلا وأنا شخصيا لو عندنا حاجة زي دي بلايمد أنا هسيب لك دورين خلاص ده يساعدني يا خبا ربيض أنت أجري وربي أعرف بيس أنا هعرف آه نور كإنسان ونور كممثل نور كمخرج ونور كزوج وعشق نور أمامك كاميرا ونور وراء الكاميرا أريت حاجة هنا أنا لا أتفق عليها بس هرا بوسي أحب نور الشريف الممثل أكثر من نور الشريف المخرج أجابت بوسي على أحد الصحفيين عندما سألها عن نور الشريف هل هو ممثل أم مخرج قالت أنا أحب نور بطل وأنا بطل أمامه لأن حبنا يتجدد كل مرة عندما أمثل أمامه فهو المحب العشق الحنون أما نور المخرج يعني طب لو طلعت قدامه في دور بيكرهني تبقى أناك بس نغض يعني يعني أما نور المخرج فهو الرجل الذي وغار من الكاميرا عليه فعندما يقوم بالإخراك فهو يفكر في الكاميرا أكثر مما يفكر فيه وحياتك ولما بمثل أمامه ما مفكرش فيه نور يحب مخرج وعشق وحنون ولكن أناع مع الكاميرا طبعا كلام عبط يعني إن حد يتخيل أن أنا لما أطلع قدام نور حتى لو بيحبني إن إحنا جوه المشهر قاعدين نحب في بعض في كلام كل واحد فينا حافظه أعبط ودخلين جوه المود 100% وأنا فلانة وأنا فلانة وهو فلان يعني أنا لو عملت دوقتي فلما ما أحد تاني أنا بحب ولا جاوزته يبقى أنا بفعلاً ما شاهد الحب كانت بيني وبيني الحب أنا فلاناً اللي بتمثل وفلاناً اللي بيعني كده يعني فالفكرة اللي بتطلع دي ده يعني تقليل من شأن الفن لأن أنا مش هكمل الحياتي اللي جوه البيت بره البيت وضمنه الحاجة التانية إنه نور وهو بيمثل بيبقى فلان وبيبقى ربه بالدور وهو مخرج وبعدين هل أنا رايحة الوردر عشان أنا ونور نساء ما عندي البيت صح يعني إلي خلينا روح بيوردر يعني ما عندي البيت ايش عايب؟ ايش عايب؟ ما تقول ايش عايب؟ ما تقول ايه المرشات البوسي يوم الايام فتحت كده وقاريته ودائقت منه جدا واللهي أنا مارتهوش اتقلق حسيته يعني فيه فترة من الفترات مثلا مسكونة بتاع السنة سنة وشوية اللي هي بتاعة خلي في سرك مش عارفة من وراء يعني الحاجات اللي بتطلع ايه ملهاش ما يقولوش عسامي بس اه ملهاش عسامي بس هو أنا سقولو اسمه الاولاني محمود مثلا اه اه يعني فاهمت زي فدي مثلا ايه طلعوا في السنة دي كتير قوي قوي على النور انه الجاوس اه دائم تدع اه في فترة ما كان بيعرض المصير ايش عايد ايش عايد ما تقول ايش عايد ما تقول ايش عايد ما تقول اكتبييلي مشات كده انت تتمني انك انت تقريع عنك في الجرايط يعني مبدئيا الحاجة القريبة قوي انه لما ينزل فيلم العاشقان احس انه هو عمل ارادات كويسة ومش ايه معنى ارادات كويسة عشان الفلوس انا نجاح الجماعير ايه اللي انت عملته واللي انت تعبت فيه واللي انت عملته بصدقة عشان توصله للناس عجب الناس ان شاء الله يعني انت بتعمل حاجة عشان تعجبت متفارج فساعد لما احس ان الناس اقبلت عليه يعني عجبهم وهو ده من قياس اللي عندي انه عجب الناس اااااا اقتنعوا به وحاسوا ان احنا بنحترمهم فيه بنحترم تفتيرهم وان احنا عملنا كل مجهوداتنا وقدمنا كل امكانياتنا علشان نقدر نقدملهم عمل جميل يعيشوا معاه لحظات حلوة في حياتهم